في البعض يعتبر أن الجرأة بشعر نزار قباني هي اللي خلوته يكون عنده انتشار واسع وشهرة توافعها الرأي الجرأة بحديثه عن المرأة عن الجسد العلاقة بشكل عام يعني هذا يجرنا للحديث هل نزار قباني شاعر المرأة وهل أنصف المرأة وهل الكل مجمع على أنه نطق بلسان المرأة وتحدث عن مشاكلها وأوجاعها وآلامها وآمالها هذا يجرنا للحديث عن ذلك لكن أنا أستعير حديثا له بأنه من الظلم أن يصفني النقاد أنني شاعر المرأة هو لا شك تحدث عن المرأة بكل تفاصيلها وقد يكون هذا نوع من الخطوط الحمراء في المجتمع الشرقي عموما وله ما له لذلك هو فتح باب وكان السباق في ذلك بجرأة بحديث عن تفاصيلها في غرفها في فساتينها في إلى آخره قد يكون هذا أحد الأسباب قد يكون المرحلة التي مر بها في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي مرحلة تحمل الرومانسية وتحمل هذا الزخم من اللغة والمفردات والحراك الشعبي الذي ترأى على المجتمع العربي في تلك الفترة وتعتبر ملحلة أنعطاف من مرحلة إلى مرحلة وهذا كان سبب انتشاره في صفوف الشباب من الجيلين الحقيقة عدة أسباب لكن أنا أرجح السبب الذي دائما أحب أن أذكره وهو الصدق تكلم بعفوية وأنا في فترة من فتراتي التقيت بالشاعر نيزار قباني طبعا أنا كنت صغير جدا في تلك الفترة وكان كان عمرك حوالي 8 أو 10 سنة وكان اللقاء في بيروت وكان يلقي أمسية شعرية أمام في أحد الصالونات الأدبية عندما نسي شطر الثاني من بيت شعر فأنا رديته فيه فتذكر شو هو لا هلأ ما بني متذكر رديته بهذا البيت فأعجب وسألني أنه أنت بتقرالي أنت حافظ لشعري فقلت له يا حافظ قال لي ليش تقول له لأنك بتقلدني بالحكي طبعا أنا ما لي واعي لين ليش طيب بعد هاليوم بخمسطعش سنة أو أكتر ذكر نفس الحادثة في مقابلة في إزاعية لندن في تلك الفترة بأنه عندما سألوا المزيع ما سر انتشارك الكبير بالوطن العربي فقال له جملة قاله طفل صغير أنه أنا بحكي مثل الأطفال أو إذا استطعت أن أصل للأطفال معناتها سأصل إلى كافة الشرائح العمرية بتصور الصدق هو أكتر سبب ساهم بانتشاره بالوطن العربي بالسودان ذكرنا بالعراق بسوريا في بعض البلدان العربية كانت تمنع دخوله لكن شعره ما منع انتشر كالنار بالهشين بين صفوف المجتمع العربي كله طب برأيك شعر نزار أباني أنصف المرأة الحقيقة هناك قويل وهناك مدارس في تقييم الشعر نزار أباني عندما يتحدث عن المرأة وهو يقول عن نفسه بأنه يظلم عندما يقال عنه أو يوصف بأنه شاعر المرأة أو شاعر الانحلال الخلقي أو إلى آخره لأنه بيعتبر المرأة وطن وأنا عم بستعير هذا كلامه وهل الوطن غير المرأة غير الخصوبة غير الاستمرار لذلك عندما يتحدث عن المرأة بيعتبرها قضية قضية بدها تحرر وهو حامل اللواء أنه لا يمكن لمجتمع أن يتحرر إن لم يحرر المرأة والحقيقة الكثير من المتابعين والمثقفين بالوطن العربي يحتاجون بأنه أهان المرأة عندما تكلم عنها كفشتان حتى فساتين التي أهملتها عندما تحدث منها كتفاصيل جسدية فقط ومنهم الكاتب نوال السعد عويسا إحدى الكاتبات هناك فهم خاطئ بالنسبة للحركات النسوية لشعر نيزار قبار أنا بيعتبروا أنه هو يهين يهين المرأة والعديل حقيقة ليس نوال السعد عويسا هو ذكر ذلك عن نفسه بأنه قد يكون هذا صحيحا في مقتبل عمره عندما كان ينظر للمرأة على أنها جسد قد يكون هذا صحيحا وأنا سمعت هذا الكلام أيضا من النجم كازم ساهر أنه سمعه بنفسه أنه صحيح هذا الكلام بنفس اللقاء ببداية عمره لكن خلال مسيرته تغير هذا المفهوم وتغيرت النظرة وقد يكون التقدم بالعمر هو أحد أسباب تغير نظرته للمرأة وحتى أصبح يراها قضية يحارب من أجلها في المجتمع العربي ترجمة نانسي قنع